نحن سنلعب نهائي الكأس أينما سيكون النهائي والنهائي هنا إذن نحن هنا إذا أردتم أن تنظروا إلى أشياء أخرى خارجية لن يكون هذا بالشيء الجيد للتجهزات الخاصة للمباراة نحن استعدين للمباراة ونحن نحاول أن نلعب المباراة على أرضية الميدان فقط خلال التسعين دقيقة ونعم هذا لا يعني أن العوامل الخارجية لا تلعب دور ولكن نستطيع أن نحقق نتيجة أفضل بدون الحديث أو القلق عن القرارات التي ليست لنا سوف نترك هذا لأصحاب القرارات نحن لاعبوا كرة قدم أي شيء آخر هي سياسات ولكن سيكون من الجيد أن نفوز هنا أعتقد أنه سيكون شيئا تاريخيا إذا استطعنا الفوز هنا منذ أن مارست كرة القدم دائما ما حصلت على فرص من كل شخص لا يوجد شخص في الحياة استطاع أن يكون ناجحا بدون مساعدة من أحد آخر لا يوجد شخص في الحياة أنا لا أهتم ماذا تعتقد نفسك ولكن أنت حصلت على مساعدة من شخص آخر إذن يوجد أناس كثيرون ساعدوني لأكون ما عليه أنا الآن بما يخص تدريب كرة القدم حياة المهنية بدأت مع ميلودي سانداونز ومع فريق آخر اسمه سبورت يونيتد هكذا بدأت هم أعطوني الفرصة وبعدها الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم أعطاني الفرصة ومن ثم أعطاني الأهلي فرصة أخرى لأكون ما عليه الآن ولهذا أنا ممتن لكل الخطوات التي مررت بها وكوني حصلت على الفرصة ولكن أعتقد أنني اغتنمت الفرصة التي حصلت عليها أنا لم أكن لأتواجد هنا بدون الأهلي ولم أكن لأتواجد بالأهلي لو لا تواجدي في سانداونز إذن هذا هو التسلسل وها نحن هنا الحياة دائما ما تكون عندما يعطيك أحد المساعدة يجب عليك أن تغتنم الفرصة وأنا كنت محظوظ فريقنا دائما ما يلعب بدون لعبين مهمين ودائما ما كان يحدث هذا في رحلتنا وإذا نظرت إلى تاريخ آخر سنتين أنا كنت هنا ودائما ما لعبنا بدون لعبين مهمين نحن لعبنا كأس العالم بدون الكابتن الشناوي لعبنا كأس العالم بدون تسعة لعبين عندما قرر الاتحاد الإفريقي أن يلعب نهائي كأس الأمم في نفس معادي تواجدنا في كأس العالم وإذا كانت جزء طبعا من تصريحات بيتسو موسيماني موديل الفني النادي الأهلي اللي بشوفه الحقيقة يمكن يكون المؤتمر الأقرب الحقيقة ونستعرف طبعا بقية تصريحاته مع حضراتكم لباتي لبيتسو موسيماني في شخصية النادي الأهلي يعني الراجل كان هادي جدا كان الحقيقة واضح جدا في ردوده وكان عنده يمكن حسن تأدير جدا للمباراة النهائية اللي بتقام في المغرب والطرف حالتاني مغربي هنقرأ